في سقطرة وصلت إلى ميناء حلاف يخوت سياحية أجنبية قادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي وقال مصدر للمهرياء إن سياحاً أجانب وصلوا عبر اليخوت بهدف العمل في حوض البحر بطريقة غير قانونية وجرف الشعاب المرجانية في سقطرة ويأتي وصول اليخوت الأجنبية بعد فتح مؤسسة خليفة الإماراتية وكالات أجنبية في سقطرة ضمن مخطط استعمال السيطرة أو استكمال السيطرة على الجزيرة ترجمة نانسي قنقر